اه طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عملي ايه انا احمد شيتو وزي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو يعني دمما التلات فيديوهات انا عملتهم عن طريق الزكاء الاصطناعي وبالاخص او يعني عن طريق الاداة الجديدة اللي اطلقتها جوجل طبعا وهي جوجل فيو سريب طبعا الاداة مش مجانية فعشان تستخدمها بشكل مجاني ففي تريك كده لازم تعملها عشان اه تستخدمها بشكل مجاني فالنهضة ان شاء الله هوريك ازاي تستخدم الاداة دي بشكل مجاني هي وممكن كمان تستخدم جيميناي وممكن تستخدم حاجات كده جدا انا هديك حساب برو هيسمح لك ان انت تستخدم كل الادوات الزكاء الاصطناعي بتاعة جوجل دي بشكل مجاني فالده يبقى موضوع حاضر الان شاء الله وتابع معي الشرق اه طبعا جماعة والجناعة طبعا بعد الانترو كالعادة نخش عطول في موضوع الحلقة طيب مبدان كده جماعة لازم تفهمين ان الاداة دي لسه مش متاحة عندنا في الوطن العربي وبالاخص طبعا في مصر فعشان انت تستخدم الاداة دي يعني فانت لازم تستخدم بي بي ان انا فيه بصراح بي بي ان محترم جدا انا بفضل دايما استخدمه وهسيب لكم لينك تحميله في صندوق الوصف اللي هو بسفن سري ده يعني اما هسيب لكم لينك تحميله في صندوق الوصف او ممكن على كناة التليجرام المهم هو لما يفتح اقول لنا كده قطع الاتصال هو لما يفتح معك غالبا هيبقى على كلمة افضل اداء دي فانت موكم تغيرها عادي خالص وتختار هنا اهم حاجة اختار عندك الولايات المتحدة الامريكية واضح كده جماعة نختار الولايات المتحدة الامريكية وهنقول له هنا كده اتصل سواني هو يتصل معنا مجاد ما يتصل معك هتليه تلقائي فتح لك الصفحة دي عادي جدا موكم تقفلها مش مضطر انك تسيبها مفتوحة ولا حاجة طيب دي كده اول حاجة معاني طيب ان انا زي student او ان انا تلميذ ومحتاج استخدم الخصائص بتاعتك البرو بشكل مجاني فهو هيددهيني بشكل مجاني اللي لو انت اخذوا بالكو هنا اهو zero dollar ما فيش اي فلص لحاجة خالص فانت مجاد ما تفتح الصفحة دي كده وهتخش طبعا على حساب الجيميل بتاعك حساب الجيميل بتاعك عادي جدا هتقول له هنا جيت student offer اللي هو احصل على العرض بتاع الطلاب طبع زي هنشوفين كده خلاص هو يعني كده اداني العرض ده حتى لو تاخذوا بالكو انا هنا خلاص بقى جنبي الاسم بتاعي كلمة برو طبعا انت عندك هنا بقى جيميلية موكم تستخدم فيه هنا اللي هو وموكم برضوك تستخدم انك تعمل فيديوهات وتاخدوا بالك هاو generate with view three فانت موكم تستخدمه من هنا بس انا مش هستخدمه من هنا هستخدمه معاكو بطريقة تانية الطريقة تانية عبارة عن ايه هتيجي عندك هنا على جوجل بتاع جوجل عادي خالص وهتيجي عندك هنا كده في البحث وتكتب image fx وهتخش عندك على اول نتيجة بحس هنا وطبعا كل الكلام ده جماعة لازم تقوى فتحين ال bbn اللي انا وانتقول لكم وتقوى فتحينه على امريكا اللي هو ال bbn ده هنا كده طيب هتيجي عندك هنا على اللي هو image fx طبعا الصفحة دي هنا انا كنت سبقى اشراح طبعا قبل كده تموكم برضو كانت تكريد صور وكل حاجة بس احنا عايزين نتكلم على الفيديوهات هتيجي عندك على image fx اضغط على السامة ده هنا كده وهتخش عندك هنا على كلمة flow اول اختيار ده هنا كده هتلاقي حولك على الصفحة دي هنا قوله هنا كده start طيب هتلاقي تلقائي خلاص هنا بيقولك تامن طبعا انت لو تغطينا على الشكل اللي هو حساب بتاعك هتلاقي هنا هو مدي لك اللي هو الف نقطة ممكن تستخدمه طبعا انت لو عملتش الخاطوة او النقطة بتاعت دي كنت تلاقي عندك هنا كده في زيرو هو هنا اديك الف عشان احنا عملنا ان احنا ايه طلاب وكده فهو بيديك الف دي مساعدة طبعا الالف دمت لما يخلصوا انت ممكن بتخش تعمل حساب جيميل جديد وتاخد الف نقطة جداد لان انا بصراحة ما عنديش المعلومة هل الالف دمت يعني بتبقى مرة واحدة ولا متجددة يوميا فهي لو متجددة يوميا انت بصراحة مصلحة طب لو مش متجددة يوميا انت تدد وتعمل بقى حساب جيميل جديد وتخش برضك على الخاطوة بتاعت دي وتعمل حساب تاني جديد طب المهمة عشان بس ما تطورش في الموضوع لما تخش هنا كده هتقوله هنا نيو بروشيكت طيب حديق عندك هنا في لوا تيكستو فيديو وعندك هنا كده في شكل لوا الضبط مدفعت على الضبط ده هنا كده هنا بيقولك والله انت عايز نتيجة اللي خرجها لك عايزها فيديو ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة فانت برحتك انا مسلا هسيبها اتنين زي ما هي مسلا يعني عشان يطلع لي نتيجتين واختار ما بينهم الأفضل طيب هنا في بقى دي أهم حاجة انت عايز الموضوع بسرعة ولا اهم حاجة عندك والأهم حاجة بقى انه هو يطلع كواليتي وفيه كمان وهنا بقى هيستخدام لك اللي هو الموديل الجديد او الاداء الجديدة اللي هي فيو سري طبعا انت لو انت اخترت الفاصت او الكواليتي اللي هو اولي اختارين دمت هو هياخد منك في الفيديو الواحد عشرة كده ازا ما احنا قلنا احنا عندنا هنا عندنا هنا الف. فانت لو اخترت اي اختيار من ضمة هنا كده. اللي هو هاياخد عشرة بس. انما لو اخترت الاختار التالت ده هنا كده. لو تاخد بالك هياخد مية كريدت. طبعا ده ليه? ده عشان هو هيضف لك ليه الفيديو. صوت من عنده ومؤسرات صوتية من عنده. وكمان الفيديو بتاعته هتبقى اعلى بكتير جدا زي ما انتم شفتوا في اول الفيديو. تحس ان هو مشهد سينمائي. فانا هختار الاختار التالت اللي هياخد مية كريدت على الفيديو الواحد. وهيخلي نتيجة مسلا يطلع عندي اتنين. طيب هنا بقى يكتب له ايه? انا في فشات جي بي تي. دخلت هنا كده والله قلت له ايه? اه يعني اعمل لي وصف فيديو عن طائرة هلوكوبتر تطارد سيارة بها مجرمون. وهناك تبادل اطلاق نار بين الزباط الشرطة دي داخل الطائرة الهلوكوبتر بينه مجرمون. طبعا باللغة الانجليزية. هو هنا جابها لي بيه اللغة الانجليزية فانا هاخد البروموت ده كده هنا كابي كنترول سي. وهاجي هنا كده على الادة دي. وهقول له هنا كده كنترول في. وهقول له ويمعلم طلع للنتيجة. هو هو لو تاخدوا بالكم هيبدأ يشتغل في الفيديوهين مع بعضهم عشان يطلع النتيجة. هو غالبا ما بياخدش مسلا بتاع خمس دائي سبع دائي يعني. فانا هوقف الفيديو دوقتي يعني خلص الفيديو وارجع لكم تاني. فهي بجماعة وارجعته هو بعد ما هخلص خلاص الفيديوهين وشوفهم كده مع بعض. انا نصر الله ما شكلتون بصراحة جماعة زي ما انتم شوفين المشهد عالمي. وفيه مؤسرات صوتية ويعني اجمعنا لو جبتلكوا اللقطة دي وقبتلكوا دي من فيلم اجنبي انتم مش هكذبوني. هتسدهوا عادي جدا. طبعا المشهد ده لو انتم عايزين تحملوها ضغطوا على اللي هو السهم ده هنا كده. وممكن تحمله بقى اللي هو يعني بصيغة جي اي اف او متحركة يعني. او طبعا هنا اللي هو سبعمائة وعشرين او ممكن تحمله ابو سكيلة. فانا ممكن احمله بسبعمائة وعشرين يعني. ده جدا الفيديو الاولاني. ممكن شوفوا عمارده برضوك الفيديو التاني. هنا هو. بصراحة برضوك عالمي جدا. يمكن الفيديو الاولين هتكتوا افضل شوية من الفيديو التاني. بس الاتنين بصراحة ممتازين جدا. طيب طبعا احنا كمان لو جينا بصين هنا على اللي هو البروغ ضغطنا هنا كده. هتلاقي طبعا الحساب بتاعي هنا خلاص بقى فيه تمنمية. زي ما قلت لكم ان الفيديو الواحد بياخد مية. انا اعتبر عملت فيديوين. فاخد مني المتين يعني. طيب. كده خاصة عام الشيتو. لأ هقول لكم لسه في حاجات حلوة كمان. طبعا جيت تاني هنا على جوجل هنا تاني كده. وقلت له مثلا لو امجي اف اكس تاني. ودخلت برضوك على اول اختيار. وجيت دغطت على السامة ده هنا كده. وجيت جربت اللي هي ويسك. ويسك دي بصراحة جماعة برضوك بتعمل شوية حاجات. بصو انت ما تخش لها هنا كده هتقوله هنا كده انتر طول. هنا طبعا بيبدأ بقى يعني ايه يجيب لك ويقول لك ولكم ده كله معيكم القصص دي كلها قوله هنا كده كنتونيو قوله هنا كده ستارت. طيب لما تيجي هنا كده انت برضو هنا الفكرة كلها يا جماعة الفكرة ان الادا دي او الموديل ده بيسمح لك ان انت تعمل صور بس بالكواتي حلوة اوي. الكواتي جميلة اوي. وكمان الصور دي انت موكم تحركها. هديكم مثال عشان نفهم الموضوع. احنا لو جينا هنا تاني كده على اشهات جي بي تي. انا مسلا بقول له هو وصف صورة لقطار يسير وسط الغابة والطيور تحلق في السماء. باللغة الانجليزية. هو هنا طبعا جاب لي الوصف هوات فانا اخد كده الوصف هنا مسلا قبي. فدي كنترول سي. وهاجي على الموقع هنا تاني هنا كده. طبعا انت هنا بقى موكم تختار الابعاد والضبط والحاجات دي كلها. يعني وضغطت على ده هنا كده. انت عايز الصورة مسلا تبقى يعني اللي هو الابورتوري ولا الكلام ده كله. فانا هسيبها زي ما هي اللي هي تسعة الستاشر. وبالنسبة للضبط هنا كده. انت عايزها مسلا بستوكوليتي ولا مش عارف ايه. فسيبها كل حاجة زي ما هي يعني. وهاجي هحط له هنا الوصف اللي انا خد. وهقول له هنا كده اضغط على السهم ده هنا. هو هيبدأ برضو تلقائي يعمل لي صورتين. وزي ما هي شايفين بصراحة هو عمل الصورتين بسرعة جدا. المهم بس يا جماعة ده اللي كنت عايزة اكلمكم فيه. شايفين يا جماعة يعني في مواقع كتير بتولد صور. بس بالضقة دي يعني الصورة يا جماعة صدقوني. انا لو قلت لكم الصورة دي انا مسورها بكمرة. شخصية. كاميرتي الشخصية بيعني او صورة حقيقية. انتم مش هكذبوني. هتقول لي ايو يا شيتو يعني الصورة فعلا قبل انها تبقى صورة حقيقة. طبعا برضوك لو انت عايز اتحمل الصورة هتقول له كليك كلمين هنا وتقول له والصورة ستحمل معاك. انت ممكن بقى تعمل كمان للصورة. يعني لو ضغطنا مسلا قلنا على الصورة دي هنا كده. قل هنا كده. هو هنا هيبدأ يقول لك حط لي. لو انت مسا عايز تحرك الصورة بشكل معين. اكتب لي اللي انت عايزه ده. او ممكن ما تكتبش اضغب بس على الصورة ده هنا كده. هو تلقائي من نفسه. هيحول هو الصورة بخياله يعني. وهدي اهو يا جماعة ما يخدش نفسا بتاع دقيقين تدقيق يعني. وهدي يحرك لي الصورة او عمل لي الصورة في دي هنا جماعة الجمال برضو بتاع الصورة. طبعا زي ما انتم لو انتم عايزين تحملوها تحملوها من ايه? السهم ده هنا كده هتنزل معاك عادي جدا. طب صراحة البتاع ده جميل جدا ممتاز جدا. طب هتقول لي عمشيته. كده خلاص? هقول لك لأ لسه كمان فيه. بص انت لو جيت عندك هنا وفتحت برضو جوجل. وقلت له هنا كده جوجل اي اي استوديو فين? اه جوجل اي اي استوديو. ودخلت على اللي هي انديكة البحث دي. اللي عليها جنبها دي رزال اي دي يا جماعة? خشوا هنا كده. هتلاقي هنا كده هيفتح لك اللي هو جوجل اي استوديو. بقى هنا في حتة جميلة جدا. انتم ممكن تضغط على الستريم واتكلموا. عميني ازاي يعني عديكم مثال دوقتي. انا وضغطت على استريم هنا كده. وهقول له هنا توك. طبعا هتطلب مني صلاحيات الوصول للمايك وكده. هنا هو تماشي. هدي له بس المايك بتاعي فين. اللي هو ادي هايبر اكس. هقول له هنا كده قلاو. جيميناي. ممكن تكلمني باللغة العربية? نعم بالتأكيد. ممكن اتكلم بالعربي. كيف ممكن اساعدك اليوم؟ بقول لك ايه يا جيميناي انت ممكن تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله؟ انا كمساعد آلي ما بقدرش اقول الشهادة دي. انا موجود عشان اساعدك في اي استفسارات او معلومات تحتاجها. في اي حاجة تانية ممكن اساعدك فيها؟ طيب انت تعرف الدين الاسلامي؟ طبعا عندي معلومات كتير عن الدين الاسلامي. ممكن تسألني عن اي حاجة تحب تعرفها؟ او الواحد عشان يخش الدين الاسلامي محتاج يقول ايه؟ للدخول في الدين الاسلامي الشخص بيقول الشهادة واللي هي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دي الخطوة الاساسية. انا خليتك تقول الشهادة كده انا انا فهمتي اصدك بس انا ما قلتش الشهادة. انا بس شرحت. لا لا قلتها قلتها قلتها. عمات بتشكرين يا جيميناو متشكرين شكرا يعني. فالفكرة جماعة ان انتو يعني بس نقفل بس كده. فكرة جماعة انت ممكن تكلموه خد بالك انا بس هنا بحظر معاه. انت ممكن بقى تعملو كمان يعني ممكن تعملو يعني مثلا لو انت فتح برنامج فوتوشوبة مثلا او فتح اي برنامج او حاجة. وممكن تسأله على حاجة يساعدك فيها. تقول له مثلا ازاي امانتش حاجة معينة او اعمل حاجة معينة او كده. هو هيقدر يساعدك في الحاجة دي يعني. فصراحة الحساب اللي هو البرو ده زي ما عرفتوك ازاي تاخدوه. هيفتح لك حاجات كده جدا وهيساعدك في حاجات كده جدا. خد بالك كمان انا مجاد ما اشتركت في الحساب ده. هو بعت لي عندي على التليفون. هنا هو مسلا بعت لي على الجيميل بتاعي. بيقول لي بقى ان انت خلاص ان انت دلوقتي بقيت يعني عضو من اللي هو جوجل اي اي برو كده. وهنا بدأ بقى يقول لي كمان ان انت لك صلاحيات او بدأ يقول لي الحاجات الممالسات اللي انا خدتها. اخدوا بلكم كمان يا جماعة ان هو هنا اداني اتنين تيرا بايت مساحة تخزين على عارفين بتاعك وحساب بتاعك. هنا بيدك ادك كمان مساحة اتنين تيرا بايت. ممكن تعمل او تخزن على حسابك لحد اتنين تيرا بايت. دي حاجة كويسة جدا. انا طبعا بيقول لك بقى انت ممكن تستخدم حاجات جيرة جدا. ممكن تستخدم اللي هو برنامج جيميناي. ممكن تستخدم اللي هو نوت بوك اللي ام. نوت بوك اللي ام ده اللي مش عارفه هو دي اداة برضو جديدة كده بتساعدك ان انت او اهم حاجة فيها الناس يتكلموا عنها ان هو بيقدر يحول لك الملف بالبي دي اف الملف صوتي. يعني انت ممكن تدينه قصة مكتوبة مثلا بالبي دي اف. وهو ممكن يحول لك كمان القصة دي كلها صوتية. حاجات تسمحها. فهو يعمل لك ملخصات وكده. فبصراحة جميلة جدا يعني. فهو اللي بقى هنا هيبدأ يعني ايه يقول لك انت ليك اكسس لحاجات على الجوجل وكده يعني. فبصراحة البتاع ده ممتاز جدا وجميل جدا. فديك اتنينية الفيديو معنا يا جماعة يعني كالعادة طبعا اهم حاجة برضو كزم اكد لكم عليها اللي انتو يزن كل الكلام ده كله تكونوا فتحين البي بي ان ده. اللي هساب لكم لينك تحميله في صندوق الوصف. او في لينك لقناة التليجرام اللي هساب لكم على آآ صندوق الوصف آآ قناة التليجرام دي يعني. فبص شباب لو الفيديو عجبك واستفدت مني حاجة فارجوك ما تبخلش عليا يعني بالدعم المعنوي اللي هو عبارة عن كومنت ده كده يديني تشجيع معنوي يعني. ولايك للفيديو لو الفيديو كان مفيد بنسبة لك. اشترك في القناة انتو اما تشوفني. وفعل زور الجرس عشان اي فيديو نزله جديد جيلك باشعار. وبس كده يا شباب.